بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة في العناصر الخرصانية زي ما احنا عارفين هو الانكماش ده خاصية من خواص الخرصانة وهي ما بتحصلش في عناصر الاستيل واحنا عايزين نشرح وصلنا في سلسلة شرح الاحمال الكود المصري لحسب حمل الانكماش في العناصر الخرصانية ولكن احنا قبل ما ندخل ونقول نحسب حمل الانكماش محتاجين الاول نعرف هو يعني ايه انكماش ونعرف ايه انواعه اللي بتحصل والانواع المؤسرة وزي نحسب بعد كده هنحمل الانكماش ده جزء من سلسلة الكود المصري للأحمال معاكم المهندس محمد اسماعيل ودي الكونتكتس بتاعتي هتلاقي الماتيريال ممكن تنزلوها من على الفيسبوك او من على اللينك ده وتقدروا تشوفوا المحاضرات دي كلها مجمعة على اليوتيوب تشانل ومالك يحدث استفسار بخصوص الماتيريال ممكن يعمل معايا كونتكتس على الواتساب وتكلمنا في الكود المصري على الثلاثة اوبوكس الاولانيين احمال اللايف لود واحمال الوثقية على الحواجز والشرافات وتكلمنا باستفادة في احمال الحرارة والنهاردة ان شاء الله هنتكلم على احمال الانكماش الاول هنبتدي ان نعرف يعني ايه الانكماش اول حاجة محتاجة ان نعرف يعني ايه انكماش الشرنكيج او الانكماش ده خاصية من خواص الخرصانة وبالتالي ان احنا لما نقول ان هو حاجة في الكونكريت فهي خاصية من خواص الكونكريت وليست بقية العناصر الاخرى زي ما قلنا انها متحصلش فيه الستيل المنشاة المعدلية وما بتحصلش فيه الوود اللي هي الخشم ولكن بتحصل فيه عناصر الخرصانية طب دي بتحصل ازاي ان هي اي مادة خرصانية بتتسلط في الهواء بانت وجعلها نقص في طول او حجم ايه العنصر الخرصاني الجماش باختصار كده هو يعني حاجة بتكش يعني بتكش ده بتكش مثلا لاما في طولها لاما في حجمها طيب اه بتكشف طولها او حجمها ده نتيجة ايه نتيجة ان هي دلوقتي لاما فقط انصر من عناصر مكونة لها او ان تكون مركب المركب ده في الحجم من المكونات اللي داخلة اه في التفاعل طب الانكماش ده قالك ما بيسببش اي مشاكل لو ما كانش فيه على الحركة فهو لو انت مثلا عندك حاجة فيها على الحركة من ناحيتين او فيها من اي نوع تمام ده بيحصل الجهدات شد ويبتدي ان هو الانكماش ده يسبب ولكن لو انت ابتديت مثلا بتعمل فواصل الفواصل دي بتبتدي تقلل ايه الانكماش زي ما احنا شايفين في الانكماش ده بعض انواع الانكماش في الخرصانة والكراكس اللي بتحصل اهما بيحصل تنشل في بيحصل في الخرصانة زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده ممكن نشوفها بشكل اوضح كده دي بعض الاشكال اللي بتحصل كشرجج يعني ممكن تقبلها وتشوفها هادي مش شروخ في العناصر الانشائية بكامل قطاع العنصر ولكن هي شروخ سطحية انت بتشوفها وتلاحظها في الخرصانة فلما تشوفها تبتد تعرف شكل الشوخ ده او شكل الشروخ دي تعرف ان هي نوع من انواع الانكماش بعض الاشكال اللي احنا هنشوفها دلقتي مثلا و هنبتد متعرف عليها بالتفصيل هي دلقتي من انواع الانكماش في كذا نوع و من ضمنهم مثلا الانكماش اللادن او البلسطيك شرنكيج ده بنصك شرنكش ده ممكن يحصل فيه كذا شكل من اشكال الشروخ فيه اشكال random كده يعني متوزعة او زي عشوائي او اشكال بالشكل تاني انها ممكن تكون خطوط مستقيمة مشها مع حديد تسليح او شروخ قطرية داجونال زي كما في الشكل ده فيه نوع تاني برضو من انواع الانكماش اللي بتحصل ممكن انكماش بها اللي هو انكماش بالجفاف اللي هو شرنكش ده بيحصل هو ده شكل الشرخ او مثلا ده لو ايه لو احنا زي ما نقول لو انت مسلا دلوقتي ايه حتة السترين انت دلوقتي هنا مسلا ايه عامل شفع او بسطح كبير في البلاطات ده فعامل هنا دلوقتي ايه سابل حركة مش عامل لها يعني مش عامل لها سترين ايه عامل فاصل هنا في فاصل السطحي تمام في البلاطات اللي هي الخرصانية ديت تمام فهنا مش حاصل اي نوع من انواع الشرنكش في البلاطات دي لكن هنا عشان ديت مش معمولة بشكل مزبوط فحصل فيه الشرنكش اللي هو ايه شرنكش طيب هنا بقى في البلاطة اللي فوقه من كل ناحية فبتدت تحصل فيها اه انواع اه بعض انواع الشروخ اللي هي لكن هنا تحت انت عشان عامل الفواصل في البلاطات ديت فهنا لو هي الجونت دي معمولة مزبوط مش احصل فيها الشرنكش لكن لو هي مش معمولة مزبوط هيحصل فيها اه نوع من انواع الشرنكش زي كم الشكل ده او بلاستيك ايه الشرنكش اه نبتدي نتعرف بقى زي ما عارفنا قلنا الانكباش ده هو عبارة عن ايه حاجة في الخرصانة بيتسبب ان العنصر الخرصاني ده سوق طوله زي الكاميرات ها طويله او اللي هي حاجة من الخرصاني الكبيرة زي الديمز او او اي حاجة من الحاجات الكبيرة ديت ممكن تلكش كحجم في ايه العنصر طب ايه عنواع الانكباش اشغر عنواع الانكباش اللي احنا هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله اول حاجة هي الي هي البلاطكش وهي الانكماش اللادن بعد كده الي هو الانكماش اه الزاتي بعد كده هنكلم على الكربونيشن شرينكيج اللي هو انكماش الكربانا وفي الاخر خالص هنتجي نتكلم على الدراينج شرينكيج اللي هو الانكماش بجفيف دلوقتي هنكلم على البلاصك شرينكيج وهو انكماش اللادن طب ايه الانكماش اللادن ده بيحصل امتى وبيعمل ايه ونتيجة ايه دلوقتي هو الانكماش اللادن ده بيحصل في المرحلة الاولانية في الخرصانة في اول ساعات من صب الخرصانة وهي بيحصل لها قبل ما يحصل لها عملية ايه تسلط قبل ما الخرصانة تنشف شوية كده تم دي في الساعات الاولانية طب ايه اللي بيحصل او سبب ايه فقد الماء الحر في الخلطة دلوقتي الركام ده الكسافة بتاعتها اعلى فبينزل لتحت والمية كسافتها اقل فبتطلع لفوق دلوقتي بقى لما الماء بتطلع لفوق بتابع معرضة للجو فبيحصل لعملية تبخر وبيكون عدل تبخر الماء من صفحة خرصانة اصرع من معدل ايه للماء اللي هو النزوح الماء لصفحة خرصانة وبالتالي بيحصل الانكماش ايه اللادن ده شكل من اشكال الانكماش اللادن اللي هو البلاصك شرينكيج ازا ما احنا شايفين كده وشوفنا في السلايد اللي كانت قابل كده تعمل بعض انواع شروخ الانكماش اللادن وهنشوف بعد كده اشكال اخرى من اشكال البلاصك شرينكيج ده الشكل كده بيوضح اللي بيحصل في ساعة الانكماش اللادن دلوقتي الخرصانة تصبت الخرصانة دي تصبت في لسه في الساعات الاولانية قبل ما بيحصل لها تسلط الطبعة ديت دي معرضة للجو تعملوا الطبعة ديت هي الطبعة بتحت ماش معرضة للجو زي ما كنت تكون رافتة مسلا كبيرة دي ما فيهاش ايه انكماش ولكن هنا مسلا الماء اللي هنا بتطلع بيحصل لها تبخر فبيحصل جهدات شد هنا فيه الخرصان زي ما شايفين كده دلوقتي الانكماش اللادن بيحصل اكتر حاجة في البلاطات والعضاء اللي هي العناصر اللي هي مساحتها سطحية كبيرة زي البلاطات اللي هي الاسلاب والبلاطات المعرضة للجو الحار او الرياح اه جو الحار او الرياح ده بيخلي ان انت لو انت عندك فيه رطوبة قليلة او عندك الجو درجة الحرارة عالية او فيه اه هوا او رياح كتير فيه على سطح العناصر اللي هي زي البلاطات والمساحتها السطحية كبيرة بيحصل شروخ سطحية في الكونكريت اه دي ما ان احنا مسلا دلوقتي في البلاطات الشريف جداي احنا ممكن ان احنا نقلل شروخ بتاعت الانكماش دي نقللها ازاي ان انت تبتدي ان انت تعملها معالجة كويسة وان انت بتحاول تزود المياه السطحية عشان تقلل الفقد فيه اه المياه وان انت تحاول ان انت تصب فيه مسلا بالليل او في درجات حرارة قليلة اه وما يكونش فيه هوا كبير يعني اه سورة الهوا تكون قليلة دي اشهر اه اشكال شروخ الانكماش اللادن اه زي ما زي ما شوفنا كده دلوقتي ممكن تكون هي شروخ داجونر شروخ خطرية كده اللي عند حروف البلاطة تمام المسافة ديت اه ديت بتكون من 20 الى 200 سنتي يعني مثلا ايه من 20 سنتي لاتنين متر بتكون شروخ ايه داجون فيه شكل تاني الشكل تاني هي ممكن تكون اشكال اه موزع توزيع غير متازم مش اشكال راندم او متصلش الى حرف البلاطة اه ممكن الشكل التالت برضو المشهور ان هي شروخ تكون متوزع توزيع حديد التسليح لاتلاها اه شروخ طوال كده طبعا الشروخ دي كلها بنتكلم برضو ان هي شروخ سطحية ومتصلش الى عمق ايه الخرصانة اه هنبتدي بعد كده نتكلم على تاني نوع من الانكماش وهو الانكماش اللي هو الذاتي اللي هو الوتوجينوس شرنكش وهو من اسمه يعني ذاتي ده بيحصل ذاتيا وليس من العامل الخارجية يعني احنا كنا نتكلم في البلاصيك شرنكش ده سواء البلاصيك او شرنكش او الكربوليشن ده لازم ان نكون معامل خارجي مؤسر هو اللي بيؤثر على الكونكريت فبيحصل في عملية ايه اه نقص الامه في المياه فبالتالي بيحصل شرنكش لكن هنا الوضع مختلف هو دلوقتي احنا بنقول بقى ايه لما بتبدأ عملية الهايدريشن او الامهة ما بين الاسمنت والمي بيحدوث نقص في حجم المونة طب ليه النقص ده بيحصل دلوقتي قالك ان المونة المتصلدة ديت المونة الجوز اللي تكون بقى المونة تم الحجم بتاعها اقل من حجم المياه والاسمنت يعني انت لو حطت لتر مياه مثلا ولتر اسمنت فحجمهم بعد ما يتصلدوا هيكون اقل فبالتالي ده حصل شرنكش يعني حجم الخلطة نفسها قل عن المكونات اللي داخلها في تركيب الخلطة ده بيؤدي الى انكماش الخرصانة الداخلية يعني الحجم بقى اقل ده يعتبر انكماش بيسمونه انكماش ذاتي عشان هو بيحصل نتيجة الاتحاد الكيميائي ما بين الاسمنت والمية طب احنا في الحالة دي بنعمل ليه المفروض ان انت في معالجة الخرصانة تحت الماء ان انت بتضيف لها ايه مية بتحاول تعوض المية المية ديت بماء خارجي ولو تمتصل عجينة الاسمنتها المية زاد ممكن تقدي الى زادة طفيفة في حجم الخرصانة ومش انكماش زاد ما احنا شايفيه مثلا كده دلوقتي مثلا اهوات مثلا لو انت عندك دلوقتي ده بحصل انكماش اهوات تم لو بتديت ان انت تضيف لها مية يبتدي يحصل فيها ايه جزء تمدد لو انت هي جفت هتبتدي دقيه تقل فديت عملية متكررة من ان انت عمد بيتزود ايه مية خارجية عشان انت حافظ على ان الخرصانة ما حصلها اه انكماش اه انكماش نفس الكلام لو انت عالكتها في مية بيحصلها تمدد ولو انت استبتها في الهوه هيحصلها ايه انكماش زي ما احنا شايفين يعني ممكن يكون عنده زيادة في التطفيفة في الحجم تمام وبالتال لو انت سبتها في الهوه ومعاملت لاش معالجة هتبتدي ان هي تقل معاك ويحصلها بعد مكان متبديدة تحصلنها انكماش زي ما هنا بنقول الخرصان اللي بتعليقها في الهواء اللي ما بتكون بتعليقها في الهواء او انت سبتها من غير معالجة ومعوطش المية اللي خلاص المية اللي بتت في الاخر بيقل حجم العينة او حجم المنم متصلدة في الدخل ده بيحصل انكماش طيب الانكماش بقى ديت الجزء الانكماش ده هو انكماش بالجافة يبقى احنا هنا فيه هو هنا بيوضح فرق ما بين حاجتين طيب الحاجتين دول هو حجم الذاتي الحجم اللي هو الاهوöttوجين갑س تشارنكش وانكماش الجفاف يعني انت ده انكماش والانكماش الزياتي ده قلنا نديه نتجه نتجه عملات الهيد ريشة اللي خلقي ما بين الاسمنت والمي ان حجم المونة المتصلدة حجمها اقل من حجم الاسمنت والمي طيب الانكماش الجفاف ده نتيجة ان انت عالجتها في هوى او درجة حرارة عالية تم فيحصل برضو شرينكش زيادة وده نتيجة الانكماش ايه الجفاف لان المية ابتدت ايه ان هي تتبخر اه طبعا انكماش الزيت ده من ضمن اهم العامل بقى فيه طبعا التركيب الكيميائي اللي اسمنت وكمية المية في الخلطة ودرجة الحرارة اه قيمة الانكماش ده ممكن توصل لقد ايه ممكن توصل اللي هي 1.1 مليمتر لكل متر. ده الانفعال اللي هو السترين. اللي هو مثلا ممكن نقول 100.10-A6. 95% منه بيحصل في الثلاث شهور الاولانين في عمر الخرصان. يبقى احنا لما تكلمنا عن الانكماش اللي هو الانكماش اللي هو الانكماش اللي هو الانكماش اللي قلنا انه بيحصل في الساعة الاولانية في الخرصانة قبل ما تتصل. الانكماش الزاتي ده ممكن بيحصل 5-7% منه من ثلاث شهور الاولانين من عمر الخرصان. الانكماش بتاع الجفاف ده ممكن هيطول معانا. هيطول اكتر من كلم. وقلنا ان هو انكماش الزاتي عشان هو بيحصل نتيجة التفاعل الكيميائي ذاتيا ما بين الاسمنت والماء. والنلمونة المتصلدة دي حجمها اقل من حجم اللي هي المكونات بتاعتها اللي هي الاسمنت والماء. نخش على النوع التالف بقى هو الكربونيش هم انكماش الكربانة. ايه انكماش الكربانة ده? انت دلوقتي عالكت الخرصانة تهم? بس انت دلوقتي الجو ما فيه سانوكسيد الكربون اللي هو CO2 ده موجود في الجو. سانوكسيد الكربون ده موجود بحجم كبير وفيه رطوبة في الجو. بيحصل تفاعل ما بين سانوكسيد الكربون وهيدروكسيد الكالسام اللي موجود فيه عجلة الاسمنت. وعشان فيه رطوبة في الجو تمام بيتكون آآ كربونات الكالسام. طب كربونات الكالسام دي لما بتكون ايه اللي بيحصل? كربونات الكالسام دي بقى نفس الفكرة بتاعت الاوتوجينوس هي دي التركيب الكيميائي بتاعها حجمها اقل من الهيدروكسيد الكالسام. وبالتالي خلاص بمكون الاتركب ده او التكون جديد ده حجمه اقل. فبالتالي حجم اللي هو الكربونات الكالسام ده اصغر من هيدروكسيد الكالسام. زي ما احنا شايفين في المعادلة A-D. طبعا الكربونات الكالسام دي بتيجي بتتكون تحت سطح الخرصانة وبالتالي بيتأثر زي على الخرصانة زي ما احنا شايفين ده بالنسبة للكربونات الكاربونيشان الشرينكيج او انكماش الكربان. نخش بقى على اهم نوع في انواع الانكماش وهو او انكماش الجفاف. لما احنا ما اتكلمنا عليه برضو ادينا نافذة عنه هو ادولاتي بيقولك ايه لما الخرصانة متصلدة في المتصلدة بتتعالج فيه اه ممكن تتعرض للجفاف اه ليه بتتعرض في الجفاف لو انت دلوقتي عالجت الخرصانة دي او اه في الهوى او ان هي بتدت انهية تتسلط بس درجة الحرارة بتاعتها عالية درجة الحرارة بتاعتها عالية درجة الحرارة للجو عالية والرطوبة قليلة. اه لما دلوقتي درجة حرارة تكون حرارة الجو اه كبيرة او فيه هوا اه و الرطوبة قليلة دلوقتي بيحصل جفاف ليه الخرصانة اه الجفاف ده في الاول بيعمل ايه بيعمل بيبخر المية الحرة في المسامة الشعرية في الخرصانة وده يتلقل ايه في المرحلة الاولانية. بعد كده لو المرحلة دي استمرت اللي هو فيه درجات حرارة منستمرة عالية. اه بيحصل الانكماش بقى بيستمر الجفاف ده وبيحصل انكماش للجفاف. ممكن يوصل لقديه بيوصل لالف و خمسمية في عشرة قص ايه مينس ستة. ده قيمة الانكماش اول لانفعال بتاع الانكماش. زي ما احنا شايفين هنا قيمة الانكماش اه بتاعت الجفاف هي قيمة كبيرة لها واحد ونص ميلي لكل ايه بتر. اه طبعا من اهم الحاجات اللي ممكن تأثر على الانكماش بتاعت الجفاف ان انت ركام. الركام ده بيحاول نواة قلل الانكماش بتاع مونة ايه اللي اسمعت. اه ده شكل من اشكال اه دول شكلين كده من اشكال الانكماش بالجفاف زي ما احنا شايفين دي الشروخ السطحية اللي بتحصل اه نتيجة الانكماش بالجفاف. اه دلوقتي برضو هو بيستمر المدة طويلة بس بيبدأ بمعدلات عالية وبعد كده المعدل اللي بيتنقص باستمرها. ففي الغالب احيانا النص اه قيمة الانكماش الكل ديت بتحصل في السنة الاولانية. يعني احنا بنقول الانكماش بالجفاف انكماش هو بيستمر مدة طويلة اه بس بيبدأ بمعدل عالي. فبالتاني النص قيمة الانكماش اللي بتحصل طول فترة الانكماش دي كلها في المدة الطويلة. النصها تقريبا بيحصل في اول سنة من سنوات اللي ايه الانكماش. او سنوات اللي ايه تسلد الخرصان. دي بقى صورة بتوضح. هو دلوقتي ديت. مسلا هي بلاطة خرصانية مسلا او عنصر خرصاني. السولد ده كده ده اه هو عباره عن الركام. الانبتوين ما بينهم ده العجنة الاسمانتية والمونة الاسمانتية. اللي باللازرة ده ديت المية الحرة او في المسام الشعرية. ايه ليه الخرصانة. ديت ايه المياه. اه زوم ان عليها كده هتبتدي تبص تشوف اهيه ده كده مسام شعرية وديت المية في داخل الخلطة الخرصانية. اه دلوقتي بيسبب ان ادراينج الشرينكش ده او بيزود من معدل. يعني دلوقتي درجة الحرارة بتكون عالية لاما للجو. الجو ده مسلا درجة حرارة عالية بتاعت الجو. او برضو درجة الحرارة ساعة الهايدريشا برضو بتاعت الخرصانة. دلوقتي الخرصانة نفسها وهي بيحصل لها ايماها وممكن استخدام انواع اسمانتو معينة. دي ممكن تبتدي تزود اهيه الهايدريشا بانتج عنها حرارة. فممكن تزود درجة حرارة الخرصانة. فبالتالي تخلي المية ايه تطلع من الخرصانة. اه 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 يعني دلوقتي الرطوبة قليلة. فلما يكون جو اه اه رطوبته قليلة. يعني معناه انه هو جو جاف وشاره للمياه. فبالتالي هو عايز يتشبع بالمياه فممكن يسحب المياه من الاسطح اه الخرصانة من المسام الشعرية من من الخرصان. برضو لو انت عندك هوا يعني فيه هوا شديد كده كده صورة هوا عالية. تموي الانصر الخرصانة معرض لهوا بدرجة كبيرة. هيبتدي برضو انواع يسحب اه برضو هيزود عملات الانكماش عشان المياه ديت هيتبتدي ان هي اه اه الانصر الخرصانة يفقدها. دول اهم ثلاث عوامل يعتبر بسببه الانكماش بالجفاف. ازا ما قلنا درجة حرارة عالية. رطوبة قليلة ان يكون في اه اه الانصر الخرصانة طارد لرياح باستمرار. العوامل بقى اللي بتأثر على انكماش الجفاف. وان احنا ازاي ان احنا نبتدي ان احنا نقلل قيمة الانكماش بالجفاف. اول حاجة هي مكونات الخلطة. اه مكونات الخلطة زا ما احنا شايفين ان كانت خلطة دي فيها اسمنت. اه فيها دلاتي فيها ركام. فيها اه رمل فيها مية. وبيتعمل لهم خلط عن طريق الخلطة. تم ده بيكون لك الخرصانة او الكونكريت بتاعتنا. الانكماش طبعا بتناسب طرديا مع كمية المية بالخلطة. وبتناسب عكسيا مع كمية ركام. يعني كل ما تكون كمية المية. اه طبعا انت بيحصل تصميم للخلطة الخرصانية. فهي كل خلطة مختلفة عن التانية. الوتر سيمنت ريشو. اه ديت مختلفة من خلطة للتانية. وبالتالي كل ما تكون كمية المية في الخلطة دي كتيرة دي معناها ان هي معرضة اكتر للانكماش بالجفاف. لان هي معرضة ان هي تفقد مية كتير. الركام بيبتدي ان هو يقلل كمية الانكماش بالجفاف. زا ما يقول اول مكونات الخلطة اللي هو المية. تم يحدث الانكماش نتيجة فقد الماء الى الجو المحيط. كل ما يكون مية اكتر متاح للتبخر كل ما زادت كانية اليه الانكماش بالجفاف. التالي حاجة هو الاسمن. اسمنت ده برضه بيسبب الانكماش. وبالتالي كل ما تكون كمية كتيرة والنعمته كتيرة في الخلطة هبتدي اهثر ويسبب انكماش اكتر لانه محتاج كمية مية اكتر. تم. ومسحت الصفحية هتبقى مجموعة الصفحية هتبقى كتيرة. تم. فهبتدي يحتاج مية اكتر. وبالتالي انه يسبب الانكماش. ممكن نوعه ممكن اهو فيه انواع الاسمانة بتسبب اهو يحصل نتيجة الهيدريشن ونتيجة ان تكون درجة الهيدريشن بيه احتاج انتبه عنها درجة حرارة عالية. فبرضو بسبب فقد ايه? للمياه. برضو معنا برضو من الحاجات اللي بتأثر برضو في اه الانكماش من المكونات الخلطة هي ركام. الركام ده كل ما الركام ده كميته بتزيد. بيشغل حجم في مكونات الخلطة وبيكون مساحته السطحية طبعا اقل من الاسمان. فالركام ده بيعمل على ان الانكماش ده بيقلل على اه زيادة تأثير الركام بيقلل الانكماش بتاعت مونة الاسمان. اه طبعا فبيقولك لو انت بستخدم ركام بعد مساحت السطحية بتاعته اقل ما يمكن. بيساعد على تقليل محتوى الماء في الخلطة وبالتالي بيعمل على تقليل اه الانكماش. طبعا زم احنا عارفين ان الركام بيبقى فيه انواع منه طبعا فيه حاجات تتم مساحتها السطحية. اه ولهي لو فيه حاجات تتم مساحتها السطحية طبعا اه. اه التاني حاجة بقى من الحاجات اللي بيتأثر على اه الانكماش بتاع الجفاف هي معالجة الخرصانة. وضيمن ضمن اهم الحاجات يعني احنا لو اهتمينا بالكيورينج بتاعت الخرصانة او معالجة الخرصانة. طبعا هنقل كمية انكماش بكمية كبيرة. هنبتدي ممكن نتلاشي الانكماش وتأثيره والاجهدات والشروق بتاعت الانكماش. طبعا بتعمل معالجة الخرصانة على تقليل الفقد الحراري وبتالي تقليل فروق الحرارة في العضاء والعناصر الخرصانية. كما انها في نفس الوقت بتقلل فقد من ماء الخرصانة. هي بتعمل ايه? بتعمل على تعويض المياه اللي بتم ايه فقدها من ايه الخرصانة. وبالتالي بتساعد برضو ان هي بتقلل اه معالجة الانكماش وبتقلل الشروق بتاعت الانكماش. وبتقللك برضو الاجهدات الشدة اللي بتحدث نتيجة ايه? اه شروق الانكماش. وبالتالي اني اعتبر ان احنا بقول معالجة الخرصانة ديت. دي من اهم الحاجات. تمام? اللي بتساعد على ان نقلل اه شروق عمتا. هي بتعمل على التعويض الفقد في المياه بتاعت الخرصان. اه الحاجة التالتما درجة الحرارة في طوبة. درجة الحرارة في طوبة ديت هي اعتبر العمل الجوية. اه فطبعا احنا بنقول لو انت بس قلنا المطوبة لما تكون قليلة. تمام? هيزيد معدل الفقد بتاع ايه? المياه. وبالتالي هيزيد انكماش marsh. وبالتالي نفس التأثير برضه بتاع درجة الحرارة. لذا الحرارة لما بتزيد. تمام? درجة الحرارة بتقلما بيزيد اللي هيحصل لانكماش برضو هيزيد. ودرجة الحرارة. فبالتالي من اهم الحاجات برضو ان انت لما تيجي تآ عملات الصب في ناس كتيرها بتعمل ايه بتصب الخرصانة? الخاصة اللي هي كميات كبيرة بتصب قم بها بالليل عشان تقلل درجة الحرارة وتكون الرطوبة بتاعتها ايه اه احسن اه فبتكون درجة الحرارة قليلة فبالتالي ان هو يبتدي ايه لما يصب بالليل يقل لدرجة الحرارة الجو اللي هي العامل الخارجية فما يحصلش فيه شرنكش بكمية كبيرة فبالتالي من اهم الحاجتين اللي احنا المفروض نتهم بيه وهي معالجة الخرصانة ودرجة ايه الحرارة اه والرطوبة وبالتالي برضو في نفس الوقت هو دلوقتي لو عندك كتل الخرصانية كبيرة اه في بيستخدم لها نوع اسمانت اه اسمانت مائي اللي هو بدرجة حرارة الايماء بتاعته بتبقى الليلة وفي نفس الوقت برضو لو انت اه بتقيس درجات الحرارة بتشوف فرق درجات الحرارة اه من منتصف القتلة الخرصانية والسطح بتاعها اه وزن لمت معين وزن الكود تمام وبيتحاول ان انت اه ان انت ممكن تحط في الخلطة الخرصانية ماء مسلج او ان هو يعني درجة حرارة الماء هتكون قليلة جدا ولو برضو عندك الكمية كبيرة جدا وبرضو الموضوع مش لافع ممكن ان بيمشوا مواسير المواسير دي بتخش جوه الكتل الخرصانية بتعمل تباية الحراري وبيمشي فيها مياه باردة بحيس ان هي تقلل اه درجة الحرارة جوه الكتل ايه الخرصانية بتادي كله عشان ايه تقلل اه كمية الانكماش بتاعت الجافة اه اخر حاجات الحاجات اللي قبل اخيرا او العنصر الرابع هو صلب التسليح صلب التسليح ده بيساعد بدرجة كبيرة تم انه على انكماش ايه آآ او تقليل الانكماش الخرصانه وبالتالي انكماش الخرصانة في المسلحة عقل من انكماش الخرصانة ايه العادية آآ ليه باقي لانه هو صند صلب التسليح ده بسمب قيدة على الحركة الاسترين على الحركة آآ وبالتالي نهو بي وظفة استاخته ا индق plane بالنسبة برضو بير مش مقاومة اجهاد الشد بس آآ بالنتج عن الانكماش وانما تقليل برضو لانكماش ايه هنا اخر عنصر معنا من العناصر اللي بتأثر على انكماش الجفاف هو حجم ابعاده الانصر الخرصاني وبالتالي احنا منقول ان الجفاف او فقد الميا اللي فيه الخرصانة تم من سطح العينة تم ده كده بيعتمد على ايه? دلوقتي لو انت عندك زي ما قلنا بلقي كبيرة من الخرصانة وزي ما قلنا قبل كده هو انت دلوقتي الانكماش ده هو عبارة طبعا ان بيفقد عنصر من العناصر المكونات اللي هي الخلطة الخرصانية زي الميا وطبعا كل ما يكون حجم العنصر ده حجمه كبير فبيكون فيه كمية مياه كبيرة وبالتالي ان هي تبقى معرض ان هو الميا دي فقدها بيبقى معرض لها اكتر وبالتالي بيحصل انكماش ايه اجبر وبالتالي هو ببقى في البلقات الكبيرة زي زي ما احنا شايفين كده هو في اه الدامز اللي هي السدود اه المنشناءات الصناعية الكبيرة والرفت والزي ما قول في السدود كده هو طبعا دي كمية كويتة الخرصانية كبيرة فهي معرضة ان هي اه ان نتاجة المساحة السطحية الكبيرة اللي احنا شايفانها دي معرضة ان هي تفقد المياه لجواها وبالتالي هي معرضة ان هي اه يحصل لها انكماش جفاف بكمية كبيرة عن تكون عنصر ثاني اه صغير وبيتحاسب ازاي بتحسب ان هو بيجي يحسب حاسبها البعد الاعتباري البعد الاعتباري بتاعه اللي هو بيجي ده بيتسوي اثنين اي سي اه اثنين اي اي ريال كونكريت اللي هي مساحة المقطع الخرصاني ومحيط المقطع الخرصاني يعني لو حبينا نحسب للشكل ده مثلا بيحسب المساحة السطحية اللي هي المساحة السطحية اللي زي دي تعم؟ على المحيط بتاع الشكل ده تعم؟ وده يعتبر بالنسبة له البعد ايه اللي اعتباري وبالتالي بعد الاعتباري ده عن طريق البعد الاعتباري ده بيقولك مثلا كمية الانكماش دي تكون قد توصل لده خلي بالنا هنا ندلوقتي الجزء اللي فيه البسط اللي هو الاسي ده معتمد كبير على المساحة السطحية وبالتالي انت المساحة السطحية بتبقى فيه مشكلة كبيرة لو ايه؟ لو انت عندك المسطح كبير جدا تعم؟ ومسطح ده السكنس بتاعه قليل فهيديك انكماش زي انكماش حاجة كبيرة بالمنظر ده وبالتالي بتبقى انكماش ده مؤثر جدا تعم؟ لما يتكون البلاطات دي السكنس بتاعها رفيع تعم؟ ومسطحها كبير جدا شوف كده دلوقتي القيم السرشدية لانفعال الانكماش اللي هو السترين والجدول ده معبول مليمتر لكل ايه؟ متر بيديك هنا ايه؟ بيقولك انت حالة الجو اللي هو جاف جو جاف او جو رطب جو جاف ده مثلا رطب بتاعتك 55% لو جو رطب يعني نكلم فيه 75% هنا بيقولك العمر المعتبر عنده الكماش هو عازح سبنكاش عند عمر اديه من 3 ل7 يام ولا من 7 لستين يوم او اكتر من ستين يوم وهينا بيحسب البعد الاعتباري اللي هو البي اللي احنا اقول عليه اللي هو 2 مساحة الخرصان على المحيط بتاع خرصانة وبيقولك ان البي ده لو اقل من 200 ملي ولا من 200 لستمية او اكتر من 600 ونفس الكلام في الجو الرطب تمام؟ وبيقولك هنا قيمة الانكماش بتطلع دي يعني مثلا لو انت عندك البي بتاعتنا ولك من 500 وامره المعتبر من 7 لستين يوم فتديك كم بوينت واحد وثلاثين تمام؟ لو هي جو الرطب بتديك بوينت اثنين اثنين مليمتر لكل متر وبالتالي هنا لو احنا نلاحظ ان ده في الجو الجاف قيمة الانكماش بتاعته اعلى من قيمة الجو في حالة الجو ايه الرطب بكده احنا افضل لنا بقى اخر حاجة خالص اللي احنا دلوقتي كنا عايزين نعرف دلوقتي مقرنة كده ما بين من الشرنكيج وفي الشرنكيج وعمره الخرصانه وهيظهر هنا عندنا التوتال الشرنكيج ده من قوة من متجهة نص الشرنكيج ومن الدراينج ايه الشرنكيج طبعا هنا زي ما منلاحظ ان دلوقتي قيمة متجهة نص الشرنكيج اللي هو انكماش الزادي تم اقل من قيمة ايه الدراينج ايه الشرنكيج زي ما قلنا ساعتها كانت الجزء الاولاني قبل حكاية الدراينج ده بيحصل بلاستيك شرنكيج وبعد كده بيحصل بعد كده كربونيشان الشرنكيج ده مش بيحصل في كل اوقات بيحصل لو انت عندك معدل سي اوتوب كبير وجو ايه في رتوبه لكن المنوعين المشهورين لو ممكن يحصلوا بقيمة كبيرة تم اكبر نوع مئة فيهم اللي هو انكباش الجفيف لكن اليتوجينس الانكباش الزادي زي ما احنا شايفين قيمته بتبقى قليلة لكن اللي قيمة شرنكيج عن انكباش الجفيف بيبقى قيمته اكبر بكتير فبكتالي في توتال الشرنكيج وبعد صلو الخريصانة بدأت الصلو الخريصانة بتلاقي قيمة الائتوجينس شرنكيج ولكن قيمة الشرنكيج pecais ده في الخريصانة الآهية وده بتلاقي بس علشين قيمة الIF الاسمتة هيزيد فهيزيد معائك معدل الشرنكيج وماعدل الامائه فبيزيد معائك مع Eins الحرنكة الذاتى الناتجة هيدراشم وعندك بردو دراينج شرنكيج بردو كبير فبدو دول على بعض ايه بتسميموا الليه الاوتجانس شرنكيج افتر دراينج ودراينج شرنكيج دول هو التوتل شرنكيج افتر ايه دراينج نلاحظ هنا ان احنا الجزء المعسر معنا خاصة في الخرصانات العادية هو الانكماش الجفاف وده اللي من حاول ان احنا نتمي بيه وان احنا نحسب له خيمة انكماش الجفاف دي لكو توصل قد ايه في الخرصانات الهاي ستريلز نحاول ان احنا دولاتي ناخد بالنا من قصة الانكماش الزيتي ونحاول نستخدم نوع اسمنت اسمنت مائي مثلا ان هو بيساعد في عملية الهايدريشان ان هو تكون درجة حراته قليلة وما يعملش بسببش انكماش زيادة وصلنا كده الاخر حاجة خالص اخر حاجة لو انا عاوز اعمل اقلل الانكماش انها دولاتي امنة او اقلل الانكماش في الخرصانة عن مثلا في بعض العوامل المشتركة في كل انواع الانكماش اللي اولا اقلل الانكماش في حياتة ان انا اعلل انكماش الجفاف اول ما باجه ظاهر معي بالعين المجردة لان هي شروف سطحين اول حاجة حاجة اللي هو ان انت تعمل ايه فواصل الفواصل مثلا في البلاطات خاصتها بمسطحات كبيرة تمام والاسلاب انجريتز وكده لان هي سيكمس متاحها قليل وتاخد مسطحات كبيرة فبيعمل فواصل خمس وعشرين ميلي فوكده ديت الفواصل ديت من اربعة الستة متر لما انت عملت كده بتجمع الشروف في الحتة دي ومحصل لكش شروف في البلاطات الحاجة التانية ديت بروغر كيورينج ميكانيزم انت دلوقتي ان انت معالجة وان المعالجة دي من اهم الحاجات انت بتحاول ان انت تعوض الفاقد في المياه بتعوض الفاقد في المياه اللي انت اللي الخلطة الخرصانية بتفقده ساعد عملية ايه التسلط وعملية الاماة الحاجة اللي بعد كده انت كل ما تعمل تزود الكمباكشن انت تعمل دمك الخرصانة في المياه بتتحد مع جينة الاسمال وما باش فيه كمية المياه كمية المياه الحر في الخرصانة بيقل وبالتالي ما باش المياه حر في الخرصانة مش ملتصق باسمنت فهي السبب فيه انه يطلع على السطح اللي انه كسافته اقل وانه هو بساعد كده ساعدها نواية البخرة برضو من ضمن برضو دي بتاقة تحت البند برضو المعالجة ان انت ممكن تغطي الخرصانة سطح الخرصانة ممكن تغطيه بمشمع تم ده بيمنع عملية البخرة وبالتالي بيحافظه على المياه فانت ممكن تزود لما ان انت تزود المياه فتعوض فاقد في المياه او ان انت تغطي لسطح الخرصانة او ان انت بترش لسطح الخرصانة بحاجة بمادة شمعية كده المادة دي بتمنع بتصد مسام الخرصانة فبالتالي برضو تعمل نفس الطريقة المشمع دي ان هي بتمنع الفاقد في المياه المياه وان طريق ان انت تعمل في المياه وبالتالي انت تقلل كمية المياه وفي الاحتمالات ان المياه تتبخر ويحصل انكماش انواع انكماش او قيم هاتو ايضاها يانا ينسى اضافات الاضافات انه بتقلل الانكماش يقوم بتحسن اقلل قيمة المياه وبالتالي احتمالات الانكماش واضافات تانية انه تقلل الانكماش تستهدد من بالتالي انا برجة اقترب جدا بيساعد على ان انت كل ما يكون مساحته السطحية قليلة كل ما بيساعد على برضو ان هو بيقل التقنطي الانكماش وبالتالي تستخدم لركاب. البروبر تايم اف كونكريتنج ان انت بتحافظ على مدة كويسة ان هي اه في الكونكريتنج او ان هي تتصلب بتاع الخرصانة لان انت باسم ممكن تيجي انت عاوز تسرع عملية التسلط بتاع الخرصانة فبالتالي انت بتستخدم انواع سمنت ازاي في الهيد سترينس والحاجات اللي ازاي ديت من المعدل الشكل بتاعها سريع فبيبتالي ان يحصل الهيدريشن بيبقى عالي فبيحصل فيها مثلا بلاستك شرينجج وانواع شرينجج اه بكده نكون وصلنا لاخر حاجة ان احنا ازاي بنقلل اه تعرفنا على ايه هو الانكماش وتعرفنا على انواع الانكماش المختلفة وانا بنا فيه اربع انواع وتعرفنا بتفصيل وايه العوامل المؤثرة فيهم وتعرفنا اخر حاجة ان احنا ازاي نقلل او نمنع الانكماش في الخرصانة ان شاء الله المحاضرة الجاة هنبتدي نتكلم ازاي نحسب حمل الانكماش الانفعال اللي هو السترين بتاع انكماش الجفاف والحمل بتاع انكماش الجفاف زي ما هو موجود في القدر مصري ويشو كرون